يعني ايه هو تعريف العلمي للحمة؟ طب هو كل الأحوال اللي قالتوا هي حمة بس يعني هايجريت فيفر يعني حمة مرتفعة جدا وفي حمة من الدرجة المتوسطة يعني 38 حمة برضو؟ 38 حمة ماشي ارتفاع حرارة حمة يعني حرارة يعني؟ حرارة حمة يعني الشخص ده محموم سخن طب فيه سخنية متوسطة اللي هو دافي وفيه حد حرارته عالية جدا ايه الحاجات اللي بترفع الحرارة قوي ويه الحاجات اللي ممكن تحسسني ان انا سخن وممكن ما يكونش ميكروب اصلا او ميكروب ضعيف العدوات البكترية عموما زي اللي وز التعبات البكترية بتبقى الحرارة عموما تسمى حمة حرارته مرتفعة جدا جدا طب العدوات الفيروسية زي البرد التعبات اوزن وسطة البسيطة الشخص ممكن يبقى نشاطه عادي جدا ويقص حرارته 37.5 38 دافي لكن حياته عادية هو حاسس انه جسمه سخن يبقى العدوات الفيروسية الضعيفة زي البرد زي ممكن يكون تحب الأصلا الوسطة المتوسط ده ممكن يؤدي الى حرارة من الدرجة المتوسطة طب هل العدوات فقط لغير اللي تشعر الشخص انه هو سخن لا طب ايه تاني ممكن يخليني حاسس احساس ان انا حرارتي 37.5 38 الاسبوع اللي احنا فيه ده الاجهاد الحراري اللي احنا فيه ده ارتفاع الحرارة العوامل البيئية قد تحدث ان الشخص لو بيتعرض للشمس كتير والحرر شديد يحس ان جسمه سخن ويقس حرارته يلاقيها زي ده نص درجة اللي هي حرارة ولكنها من الدرجة المتوسطة او المنخفض اللي هي اللوجريت فيفر لجهد الحراري احد اشهر اسباب احساسنا ان جسمنا سخن وبالذات الاشخاص اللي هم في الشارع على طول شغلهم برا يروحوا ان يحس ان ادماجي سخنة او جسمي سخن ده بسبب عوامل بيئية زي الحرارة الناس اللي بتحب تلبس على طول عندها احساس في ناس عندها احساس نمسا عينين وبيحب يلبسوا حتى لبس شتوي في الصيف ده ممكن يحس ان جسمه بسبب الملابس اللي بيلبسها انه جسم سخن شوي ده بسبب مش موجودين دلوقتي في الصيف اللي احنا فيه في هذه المرحلة من الخلوبات الجوية اكيد ده مش موجودين طب عرفة دول مين في ناس اللي عندهم اضطرابات في الغدة الدراكية تلاقيهم في البرد مساعة جدا في الحر هو الغدة ونشاطها بتحسسه يعني لو صنفنا مرضى الغدة الدراكية ممكن يكون احساسه بالحر جديد جدا وتلاقي جسمه سخن اللي عنده نشاط زائد ومش مسبة الغدة عنده نشاط زائد طب مين تاني اللي ممكن يشعر بالحرق اشخاص القلوقين بعد الدراسات شيري ان استرس والضغط العصبي والتوتر احيانا انه بيفكر كتير فالقلق الزهن ده بيزود وسائط جسمه يحسسه انه هو جسم سخن حد تسلم قالت له هو انت ليه جسمك سخن على طول يبقى القلق عوامل بيئية الغدة الدراكية العدوات الفيروسية الضعيفة ممكن تسبب حرارة من الدرجة المتوسطة كذلك بعض السيدات في فترات هرمونية معينة فاخلال الشهر ممكن تشعر ان هي جسمها سخن يبقى في عوامل هرمونية عوامل نفسية عوامل بيئية اللي هي ارتفاعات الحرارة اللي احنا فيها او العدوات الفيروسية زي البرد والانفلونزا قد تسبب نوع من ارتفاع الحرارة المتوسط اللي هو زيادة عن درجة حرارته من نصف لثلاثة تربع درجة هو ثمانية وتلاتين ده اسمه درجة حرارة متوسطة او لو جريت فيفر عكس الهايجريت بقى يبقى ده غالبا بيبقى عدوة بكتيرية لازم للشخص يتوجه للطبيب مباشرة طم